ورجعنا لكم بعض الفاصل بفقرة جميلة جدا بعنوان جمالك في مطبخك ومعنا صاحبة مطبخ فلفل هلابينو أستاذ إيمان أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حضرتك صاحبة مطبخ فلفل هلابينو أيوة المشروع الجميل الأكل البيتي اللي كلنا محتاجينه اللي كلنا ساعد بيجي لنا عظمات فجأة بنحتاج طبعا لمدام إيمان أستاذ أمي الحبيب حابة تقولي شيف إيمان ولا أستاذ إيمان؟ لا حلوة شيف إيمان الله يكرم بك يا رب الحمد لله كل مفضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله ولينا بقى بدأت ازاي؟ والله أنا بدأت الفكرة من صغري كنت بحب المطبخ حبيت الابتكار فيه بدأت إن أنا أغير من الوصفات إن أنا أخش على وصفات إيطالية خليجي سوري بدأت أدخل دفده الحمد لله بدأت أتقدم في الموضوع وحبيت إن أنا أعمل فكرة المشروع حضرتك بتنوعي في الأكلات كمان يعني في حاجات من برا أنا ملاحظة وحاجات من جوه مصر طبعا أكيد لازم يبقى فيه تنوع في المطبخ عشان يبقى فيه إقبال بدأت مشروع كذلك؟ بدأت بأن يعني أنا كنت من كتر حبي للمطبخ حابة إن الناس أكتر تعرفني مش ولادي بس مش أهلي بس حبيت إن أسمع أراء تانية يعني اللي حوالي بيمدحوني حبيت إن أنا أسمع أراء جديدة مين شجع حضرتك ومين وإف ظهري؟ والله أول حد شجعني هم أولادي لما فكرت في الفكرة العامل الأساسي أكتر كانت ماما يعني الحمد لله كانت تشجعها الحمد لله قالت لي يعني توفقني على الله طبعا معنا أكل لحضرتك زائر على الشاشة ماشاء الله عليه أكل جميل جدا وبيتي مية في المية بقدم بيتي بيئت ست بيت أصلية ومصرية وماشاء الله عليه بجد كل ده بيتي يا جماعة مش مصانع كل ده بيتي الحمد لله الحمد لله هل المطبخ لحضرتك هوية ولا شغل؟ لا هو هوية أكتر هوية؟ أوه طبعا لإني لو أنا مش حابة أدخل المطبخ أكيد الأكل مش هتلحل طب هي أكتر الطلبات اللي بتيجي لحضرتك إحنا عايزين الطلب ده أكيد عزومات والله هي أكتر حاجة بتبقى معرقلة للست في البيت حاجات اللي ما تعرفت تعملها أكتر أولا المحيشي المكارونا البشاميل بتبقى فيه صعوبة شوية إن هي ترجع من الشغل تجهزها طبعا بس يا ما شاء الله يعني الأكل عامل زي ما يكون طالع من يعني ما شاء الله الحمد لله وما شاء الله على حضرتك بجد بس ما تقول لنا إيه اللي في الطبق العدة ده؟ ده رز بالكبد والكلاوي ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ ده فقد دوني معاها رز بالمكسرات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خليكي كده مع استور شوية لنا إيه الحاجات ده كده؟ ده رز بالكبد والكلاوي وكان معاه طلب حمام محشي بالفريد يعني ده كلاوي اللي مرسوطة على الوش دي؟ اه ده كبد وكلاوي اه ما شاء الله حلويات كانت سامبوسة دي مش حلويات؟ لا سامبوسة ومحشي ما شاء الله ما شاء الله حلويات كأنها حلويات دي طبعا كانت واجبات بتطلع منها للأفراح وللموظفين والشركات ما شاء الله ما شاء الله ده إيه ده؟ ده رؤاء رؤاء باللحمة برضو رؤاء باللحمة المفرومة برضو شغلي إيدي كله أنا اللي بعمل عجينة وأنا اللي بعمل كل حاجة لا معي مش حكات شغلي بيتي بس يعني هو والله العظيم عامل زي ما يكون خارج من مطعم الحمد لله والله الحمد الشكل والطعم والريحة كمان الحمد لله عايزة حضرتك بس تكلمين على المواقف الحلوة اللي بتقفلك؟ أكيد المواقف الحلوة لما بيكون الشخص بيطلب منك الطلب وهو يعني بيحافظ على معنوياتك بيطلب منك الطلب وهو نفسي يعني بطريقة مهزبة طبعا بأسلوب راقي ما بيقللش من قدرك طبعا بتقدر يتخش المطبخ بتحكي المطع أكثر طبعا يعني مرتاحة جدا وانت بتعملي الحاجة هل قبلك حاجات وحشة؟ كتير كتير فيه ناس بتطلب طلبات وترجع يعني ما تاخدهاش يلغي الأردر بدون ما يدوقوا للحاجة وفيه ناس بتتعامل بأسلوب بيبقى مش كويس طبعا على إنك شغالة عندهم بمعنى أصح طبعا أنا في الحالات دي برفض الأردرات ما بكملهاش عندك طبعا توصيل أه الحمد لله معي فريق فريق كامل الحمد لله توصيل كامل مجموعة شباب ما شاء الله عليهم سليم وحسام ومحمد وعلي ما شاء الله مجموعة الوليدة معي طبعا حضرتك الفريق اللي تحت إديكي حضرتك بتكون يوقفة متابعيهم أه طبعا هم بيعملوا الحاجة ولا ممكن تسيوي شغلك؟ طبعا لما بيكون كمان في ضغوطات أكيد ببقى عيني أكتر عليهم أكتر عشان الشغل مطلعش سمعت من حضرتك قبل الحلقة من حضرتك بتجيبيهم وتعلميهم كمان والله يعني فريق بتاعي اه يعني الشغل بس بتاعي بيكي تحفظات معينة يعملوها قبل ما يشتغلوا؟ اه طبعا غسيل الإيد مهم جدا تبقى بتابعة طبعا اه طبعا لبس الجوانتي مهم جدا تغطية الراس مهمة جدا تنظيف الخضار نفسه وتنقيته بتبقى حاجة الحمد لله يعني فوق الوصف يعني حضرتك بتنزلي تشتري الخضار بنفسه؟ بنزل أجيب كل حاجة الصبح بدرين بنفسه بتبقى طبعا لسه نازلة كلها طازة ومن على وش القفص زيبابي معانا مدام نورة معانا مدام نورة معانا مدام نورة هلو اهلا بيكي منورة يا استاذ وفاء شكرا جدا شكرا واستاذ روعا موجي منورة الدنيا كلها خبرة التجميل شكرا بيكي حبيبتي شكرا بيكي وانا عايزة بس اكلم شيف ايمان هي معاكي شيف ايمان اهلا بيكي حبيبتي اهلا بيكي اهلا بيكي يا قلبي ايوة ايمان ايوة ايمان 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 تسلام ايدك يا حبيبتي والله على كل اللي بتعملي معي واضح ان استاذة نورة مدربة اكلتك والله يبصي يعني الزبان كتير شكرا بيكي ايوة ايمان 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 ان انت اللي عاملة الاكل ايه بتتحكي على جوزك وتقولونه ان انت اللي عاملة الاكل ايه لعل امش على الهواش بيكي ضرورة امن بكيiamente ابلطل بيكي اجت静ي واختي هي في جديد permجيام احمدها مشكورة جدا بطلب منها حاجة انا عمالة ب travail اهههههه findings اهه ممكن بس تريد كفتة البناء واللزانيا بشكلة لها جدا حاضر عيني عيني والله يبارك لك والله شكرا جدا مع fat بكي اعلم بكي طبعا حضرتك هتليهم الطريقة طبعاً حضرتك ممكن تطلعي معنا مرة جانية إن شاء الله هنحبر لك المطا إن شاء الله و هتوقفي تشتغلي بأيديك بإذن الله طيب تمام إحنا هنقول كفتة البني هنجيب نص كيلو بني وبصلة مفرومة ومعلقة ملح ومعلقة فلفل ومعلقة توابل فراح تمام هنضرب كله في الكبة وهنجيب 200 جرام جبنة متزاريلا وهنعمل حشو للأقراس نعملها عبارة عن أقراس ونحشيها بجبنة المتزاريلا ونحطها في الدقيق نحشيها ونقفلها تمام هنقفلها كويس اه طبعاً تتقفل كويس وتنزل فيه بالدقيق وبعدين البيض وتحطها في البقسمات بعد كده زي البنية بالزبط وهتبتدي تقليها وتقدمها مع بطاطس محمرة مكارونا رز وصلطة تمشي في الحالتين ماشاء الله اللازانية بقى اللازانية بقى يعني ليها حكاية تانية معي أنا ما بشتريهاش جاهزة أنا بعملها طبعاً في البيت الله أكبر بعمل العجينة في البيت طبعاً الحمد لله يعني ولله الحمد العجينة بتتعجين طبعاً بالبيت بس ومعها ملح وشوية مياه صويرين قوي وبتتفرد وتبتدي طبعاً تسلقها زي المكارونا العادية خالص وهتبتدي تحضر اللحمة المفرومة نص كيلو اللحمة مفرومة عليها بصلة مفرومة وثلاث حبات طماطم تضربهم عصير ومعهم ثلاث فصص طوم هتعصك كل الخلطات دية المقدار ده كله وهتبتدي تعمل طبقات من الجبنة المتزرلة طبعاً هتعمل بشاميل طبعاً باللبن بس هنبتدي طبعاً تنزل بطبقة بشاميل ومعها طبقة اللازانية وفوقها هنبتدي نحط بالتدريج الطماطم اللي هي محطوطة على اللحمة المفرومة وطبقات مع الجبنة المتزرلة وهكذا الحد لما تقفل الصمي إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله في ناس كتير على فكرة اعترضت لما عرفوا إن أنا معايا شيف طالعاً معايا فأنا قلت لهم يعني فعلاً جمال هم شايفين طبعاً جمال الأكل عميززي معناً لكتل مداخلة تلفونية معلش مدام كريمة ألو أيوة أزايكي منام إمان أهلاً مفاهلاً أزاي أنا عيدة راحة بالأول بالوغاة جميلة أهلاً وسهلاً بيكي أهلاً بيكي حبيبتي وبروعة أهلاً وسهلاً أزايك حبيبتي قلبي أهلاً وسهلاً وأعيدت أقول لي إماني ما تسلم إليكي الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا حبيبتي أنا من مدينة ناصر وكنت أخذ منك أكل الفرح تمام وقدت شرفتيني شرفتيني تسلم إليك الله يبرك لك يا حبيبتي الله يبرك لك ربنا يبرك لك الله يكرمك ربنا يتملك على خير يا رب هي قالت اسمها إليه؟ ده كان كان أكل الكاتب كتاب ماشاء الله فربنا يتملك على خير إن شاء الله ونعمل لها بقى أكل الفرح الكبير بإذن الله ده إذن الله يبقى أنا ليه حق أسمي الفقرة جمالك في مطبخك ولا لا؟ تسلم يا حبيبتي الحمد لله ما حدش يعرف يعمل اللي حضرك بتعملي ده ربنا يكرمك الحمد لله كله من فضل رب العالمين الحمد لله شكرا لكم جدا بجد وحضرتك شرفتينا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية إن شاء الله اشتركوا في القناة ونرجعنا لكم بعد الفاصل ومستمرين مع الشيف الجميل مطبخة لفيديو اسلام فكرة الاسم دي جافلك إزاي والله يا فكرة الاسم أنا كنت بحب الأكل السبيسي وحبيت أعمل اسم متميز قعدت أدور على الأسامي في حاجة مشابهة للفكرة بتاعتي لإطلق فقلت بقى الحمد لله يعني ما كيش اسم مشابه لإسمي فقلت خلاص هو فلفل هلوبينو هلأكل حضرتك بقى كله سبيسي يعني بالطلب حسب يعني أنا ما بنزلش في الأكل شطة خالص غير بالطلب عايزة الأكل سبيسي بحط عايزة الأكل طبعا عشان فيه أطفال وفيك يعني ناس كبيرة ما تقدرش تستحمل طبعا ما بحطهاش حضرتك بقى عملك روب طبعا وليه صفحة الحمد لله بنفس الاسم مطبخ هلوبينو اه طبعا مطبخ فيف الهلوبينو اه بنفس الاسم الصفحة والجروب وطبعا ليه جروب الواطس الحمد لله الحمد لله ده يعتبر المقربين قوي اللي هم العملاء الدايمين ايه ما بحبش ادخل اي حد فيه اي حد لهم الناس الثقة اللي دي أعطيهم اه اللي أنا عارفيهم بس اسم السفحة ايه تاني؟ فلفل هلوبينو للأكل البيتي فلفل هلوبينو للأكل البيتي تمام تمام عايزة حضرتك بقى تكلمينا عن الناس اللي هي بتبتصل مثلا ويقولولك شو في حضرتك تحب تأكلين ايه والله بتحصل ده فينا الساعة انا مش عارفة فكرة بتحصل كتير او حضرتك عاملة عروض على ايه الكلام ده كله الصفحة على فكرة كل اسبوع بنزل اكتر من عرضه وممكن كل يوم تقريبا ممكن بنزل عروض فالحمد لله يعني مش مبطلين العروض الحمد لله ما شاء الله ربنا يبارك لك قابلك حد قبل كده بيقولك تصلت بيك مثلا اكل دايت لا مش اكل دايت او اكل صحي انا مثلا انا عايزة اكلك ايه ان انا اللي عم نابس ضبط يعني مش عايزة مثلا مبالغ فيه ان هو يبقى باين ان هو جاهل عشان بس يبقى ان جوزي هو اه بتحصل كتير او العظومات وحد مثلا لما كنت الاول بعمل اشارة لصحبة الوردر طبعا بتقولي لا انتي كده عملتيلي ضجة اني مثلا اهلي عرفه او صحابي طب الاكل اللي انا حطيته دوت انا ايه لاننا اللي عامله فالحقيقة ما بقيتش اعمل اشارات لأي حد عشان ما يبقاش فيه ربكة ليهم بس طبعا الحمد لله يعني ولله الفضل كل اللي خد مننا الحمد لله بفضل الله شكر في اكلنا الحمد لله تقدر تقومي طبعا بالفرح كامل الحمد لله بالفريق بتاعك طبعا بس انا ما بروحش بيوت يعني انا بروحش لحد بتعملي الوجبات وتوصليها بعمل الوجبات وهي تتوزع في الفرح حسب العدد المطلوب بنطلحها الحمد لله طب المفروض بيبلغوك قبلها بقزقية يعني لو فرح بيبقى قبلها طبعا بشهر بيحجزوا معي قبلها بشهر في حاجات تبقى 15 يوم اكتر من كده طبعا بيبقى صعب في ناس بتزيني كده بيبقى صعب طبعا عشان اقدر احضر الفريق بتاعي طبعا دا لو افراح او المجموعة بتاعتي طبعا لا لو عزين بيبقى قبلها مثلا بتلات اربعة ايام عشان في ناس بتطلب بط حاجات البلدي وانا ما بتعملش غير مع تاجر معين عشان تبقى الحاجة وزنها بالزبط انت طلب حاجة 3 كيلو تبقى 3 كيلو بالزبط فبتبقى حاجة مضيفة وتربية بيتي فعلا عشان انا في مصداقية ان الحاجة بتاعتي كلها بيتي اليمين معانا امل دلوقتي على التليفون اهو عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من اولاد دنيا وفاء مستدر وامر وارين لانو الحضرتك عاكي شيف ايمان شيف ايمان العسل بس اعيد اشكرا على اكلها الجميل بجز جدا وانا شخص محترم جدا في التعامل مش عارسة يفاكريانا لا انا يعني على طول اللي عندها كل جزوئي حبيبتي ايه طبعا فاكريك بس عايزكور بس حالة مهمة جدا الكحك مال الكحك كانت حاجة صزيعة حاجة صزيعة كحكا كده ازغمونا بضف البق ولا كانها جاملة من اصدر احنا ما تكلمناش عن صح الكحك والمفكورة والحاجات بيه والله الحمد لله بيطلب بالسمنة البلدي بيبقى سمنة بلدي خالص فيه ناس كانت الاول اول ما بدأت كنت بعمل بالخليط فيه ناس ابتدت تطلب بالسمنة البلدي بعمل بالسمنة الخليط على حسب الزبون يعني ما تبقى عيز على حسب الزبون طبعا طبعا الاسعار بتاعتك بتبقى الحمد لله والله يبصي فيه اسعار بتبقى عالية شوية عشان هي تكلفة السمنة البلدي طبعا عالية أما الأسعار السمنة المستخدمة التانية بتكون أقل طبعا طب حضرتك المكان بتاعكم بيعمل حلويات آه معانا طبعا الأستاذة مريم أيوة ودي ما شاء الله عليها يعني في الحلويات ممتازة جدا بتطلع حلويات حلوة أوي وجاتوهات حلوة أوي ترطط طبعا ما شاء الله في سور للحاجات والله يعني ما كناش حاجة بسيطة أوي في التصوير في الحلويات طبعا آه ده شغل ايديها مش من بره خالص الحمد لله و هي ما شاء الله عليها شطرة جدا في الحلويات طبعا بشكر حضرتك لوجودك معنا واتمنى حضرتك أجيلنا مرة كمان في المطبخ بقى عشان تعملي الحاجات بقديكي عايزين عرض بقى البرنامج جمالك معرفة طبعا أنا عشان ما نساش حد من فريقي معي مادام سنير ومعي طبعا أنيسة فاطمة طبعا دي خاصة بالتدبيل ممتازة جدا في التوابل فريق بصراحة الحمد لله يعني ربنا يبارك له ونصف ثقة والله العروض على الصفحة كتير لا احنا عايزين عرض البرنامج بتمام احنا معينا لأول ان شاء الله عشان متصلين بعد الحلقة توصيل ان شاء الله هيكون مجانة تمام ده رغبة منها هي وبشكرها برضو على الميكاب الجميلة اللي هي عمله لي تسلم إليك جدا واتمنى أن حضرتك تيجي مرة كمان واتوريهم بقى الشيف وهي بتعمل الحاجة بإذن الله انا سعيدة بيك جدا وسعيدة جدا بكست البرنامج كله احنا كمان سعيدة جدا بحضرتك شكرا لكم واستنونا في حلقة جديدة من جمالك معروه